هياوض عشرة تان في تونس؟ البطولة من تسعة لسبعة عشر وده سأقول بسأله كابتن عظام النهاردة انت عندك بالزبط كده هو ينفع رئيس لجنة حكامة رئيس بعثة؟ حصلت قبل كده يعني انا معرفش رئيس بعثة دي لها شغل يعني اذا رئيس بعثة دي مش طالع بهار ولا تفسح انا عندي بعثة انا منسؤول عنها حصلت قبل كده يا كابتن نصر انا معرفش؟ مش ممكن طبعا مش ممكن ولكن هو كمان يعني هو مش هيبقى رئيس بعثة بس يعني هو رئيس بعثة وعنده محاضرات لحكام هناك في البطولة بيشرف مصر يعني؟ طيب احنا عندنا عشر تيامة كابتن انا استفيد بهذا الفترة عندي مشكلة احنا لسبعة الاول انا معداش كده خالباك هناك اخطاء التحكم في لسبعة الاول والتاني والتالت انا اعالج الاخطاء دي قامت يعني كان يجب انا بقول رأيي وما دعالش مني اعصام ان انا بقى تأذر هو فيه مساعدين في اللجنة طيب؟ مساعدين فيه؟ ممكن يقوموا بمهمة الكابتن اصام هو رئيس بعثة او مسئة في التونس وما اعلنش اللجنة ليه؟ هو اعلن اللجنة؟ هي دي بقى ان احنا بنكلم فيها كابتن اصام انا النهاردة كلفت يا كابتن اصام من تاريخ واحد عشرة بتشكيل لجنة الحكام الرئيسية ايه؟ المفترض ان اطلع بشفية عشان اقدر نقول مين اللي بيشتغل يعني انا كان راجل عادي عاوز اعرف مين لاجت الحكام عاوز اعرف حتى كمان مين مزك الملف المرأبين؟ مين مزك ملف المحاضرين؟ مين مزك ملف التعينات؟ هو انت اصام بتعمل كل حاجة؟ ما انا عايز اسأل لا انا سؤالي لما انا سؤالي بردك ماذا حاجة بردك تحايا اقول لحالك بس السؤال من الوقتي كابتن اصام مسافر رئيس بعسام سافر تونس محاضر دولي بيشرف تمام ذلك كله طيب مين اللي حيقوم بالمهام اللي موكلة لكابتن اصام خلال هذه الفترة عندنا عشرة ايام عندنا اخطاء حصلت في الاسبوع الاول والاسبوع التالي والاسبوع التالت اخطاء اقل ولكن تحتاج الى مراجعة وتحتاج الى فيديوهات وتحليل وكذا 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 هل هناك شخص اخر بيقوم بعمل الكابتن اصام وهو مسافر او هو موكل اسلام ناصر محمد علي او اي لجنة لا يمكن معرفش الكلام ده عشان كده تمام هو فيه لجنة كابتن اصام لجنة المسلم الماضي هي بالكامل موجودة حتى الان اوكي يعني مفيش حد منها خرج رغم كل الاخطاء بتاعت المسلم اللي فيه اللجنة بالكامل بقامل موجود كلهم اصدقائي بالاضافة كمان اللي انا عارف طبعا ومعهم تقريبا معهم تامر دوري ومعهم احمد وبلعيلة واعتقدت حد تاني اللجنة هي بكامل قامها موجود ولكن توزيع الادوار احنا مش عارفين بالضبط انا بس والله بجد هو ده سؤال مهم مين بيعين الحكام الوقتك احنا عندنا مشكلة غير مين بيعينهم احنا عندنا مشكلة دلوقتي بقالها ثلاث اسابيع ظهرة ان هناك بعض الاخطاء اقل من السنة اللي فاتت ولكن هناك اخطاء في اول ثلاث اسابيع خلاص تمام تمام مش المفروض الحاجات دي وحلك قول لي اول لا تمام مش المفروض الحاجات دي يتم مراجعتها ويتم تصحيحها هل ده بيتم وكابتن عصام برا مثلا انا بس محتاجة فيها من النقطة دي بس كابتن اقول لك على العاجة هو المفترض ان الرئيس لجنة يعني خلينا نكون هو المسؤول وخاصة ان احنا في فترة حارجة وانت جيت عصام في مشاكل وعملت معسكرات شهر تقريبا وهكذا في الفترة دي انا كرئيس لجنة الحكام ما ينفعش اصيب الفترة ديت لان انا عاوز اصلح او احسن الصورة الزهنية عن التحكيم من الموسمة دي وبالتالي يجب ان انا تواجد حتى لو انا عندي القدرة في ان الناس سينك بتشتغل في لجنة الحكام وفي ناس افضل بتشتغل بشكل واسه ولكن وجودك مهم جدا جدا في هذه الفترة لان مفيش شك ان المسؤول دايما ببقى موجود الكل بيعمل حساب ولكن ما ينفعش ان انا في هذه الفترة الحرجة اصيب الحكام واطلع اصافر 9 ايام وانا النهاردة ما عملتش بتباكل الحكام في الاسبوع الاول والتاني او التالت او على الاقل الاسبوع والتالت لا اول انت محتاج ان انت تراجع وتصحح ما حدث خلال الثلاث اسالية الاولى وتقول للناس عموما احنا كل ده بديتكلموا ليه بديتكلموا لانه احنا دخلين على ثلاث مباريات عندنا فترة تراحة وبعد كده دخلين على ثلاث مباريات في الدول العام وبعد كده هيتوقف تاني وبعد كده هنرجع تاني فبالتالي عندك توقيتات ان انت تقدر تصحح ما ترى خطأ او ما يرى جميع خطأ الحقيقة لكن انا لا اشكك في نزاهة الكابتن عصام لا اشكك في نزاهة اي حكم موجود ولا ده هجوم على لجنة الحكام ولا على كابتن عصام عبد الفتاح ولكن انتقاد لأداء انا شايف ان الأداء وما يحدث هو شيء خاطئ ان انا سيب لجنة الحكام في هذا التوقيت اللي هو اول واقف بعد او اول توقف دولي بعد ثلاث اصبع وفرصة للتصحيح والمراجعة واسيب كل ده وسافر علشان تأكيد اللي كلامك ايه ما اهم مصابقة الدور العام بكيانها الكبير ده ولا انا اطلع في دورة ودية هي ما اهم انا كريس رجل الحكام لا المصابقة ده قصة تانية دي انا بكلم فيها لكن انا بكلم ان انا عندي انا داخل كابتن انا جاي في فترة حصلت الموسم الفات اخطاء كتيرة جدا جدا ايه وانت قلت ان العشرة في المية بس اللي جاهزين اذا انت عندك تسعيم في المية محتاج تجازي من بدني فني قانون تفسير شغل كتير جدا 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 اه عملت مع اسكر الشهر بس ليه يكفي انت بتكلم في منظومة كبيرة من التحكيم حكام محاضرين مراكبين لا انت بحتاج الشغل كل يوم تشتغل مظبوط وخلي بالحضرتك ان الاتحاد من المفترض انه هو متفرغ للتحكيم لان التحكيم والمتخابات الوطنية او للجنة التحكيم والمتخابات الوطنية بالظبط لانه الرابط اخدت كل حاجة ترجمة نانسي قنقر بل من